اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية يوم أمس في مقر بعثة سنغافورة لدى الأمم المتحدة مع معالي الدكتور فيفيان بالا كريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة الصديقة وخلال الاجتماع أشهد سعادة وزير الخارجية بالمستوى المتقدم لعلاقات الصداقة والتعاون الثنائية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة الصديقة في كافة المجالات مشيرا إلى التطور الملحوظ الذي شهدته في السنوات الأخيرة معربا عن حرص مملكة البحرين على مواصلة الجهود للارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين لأفاق أرحب من جانبه أشهد معالي وزير خارجية جمهورية سنغافورة بمسار علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة وما تمتاز به من تطور ونماء على كافة الصعود مبديا حرص بلاده على استثمار هذه العلاقات وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين